هل ما بيجي عميل كدة عشان يطلب المشورة زي ما انت ما قلت بتختلوا الأنواء الوميتال؟ عرفنا انت لأول معينة كدة ومع الصور اللي موجودة دلوقتي عن أنواع الوميتال المختلفة للشركة عندك بتقدمها أول حاجة هنري لو حأليك على الأنوار الموجودة كلها في السوق تمام ودي من أول حاجة لأخر حاجة أول حاجة عندنا قطعة مثلاً يعدد قطاعات مختلفة قطاع مثل دي قطاع البيس التغير يليه قطاع البيس الكبير يليه قطاع التنجو مثلا الفولكانو الألوميل الجامبو عندنا مثلا كل قطاعين من دول لهم شركة يعني البيستور وبيست كبير لهم شركة بتنتجهم قطاع الطانجو وقطاع الجامبو دي شركة بتنتجهم الفولكانو شركة بتنتجهم الألوميل شركة تالتة بتنتجهم عشان كده احنا كل الأسماء دي لو حدك مش متخصص مش هيبقى عارف طبعا هو في الأول في الآخر العاملين بيختار عن الصورة تمام الصورة في توقتي الصورة دي أنا ببدأ أشرح له بقى الصورة دي ممكن تعمل من القطاع دا ومن القطاع دا ومن القطاع دا أنا انت عاوز إيه بالضبط؟ عاوز عندك مشكلة في الصوت؟ عندك مشكلة في التراب؟ عندك مشكلة في المية؟ في المطر؟ تمام ععرف مشكلة إيه؟ وإحنا داخلين على فصل الشتة دلوقتي وفي مطرة وفي هوا وفي يعني الشبابيك هتبقى محكمة إن مفيش حاجة فعلا هتخش جوه؟ اه طبعا طبعا أقول حدرك أنا بعرف مشكلته فيه وأبدأ أشتغل عليه المشكلة دي اللي ديملها دا والمشكلة دي اللي ديملها دا طبعا أنا مش قادر أعمل دا التكلفة مش هتقدر بحاول بقى إن أنا أشتغل على قد تكلفته على برضو احنا كمان معانا الصور هنا اللي ممكن تعلق لنا عليها وتقول لنا يعني الأنواع الكتيرة اللي ممكن تخلينا لا يدخل لنا لأطراب ولا هوا ولا مية ولا أي حاجة طبعا مش هتقدر أقول له حدركيك على النوع معين عشان ما يبقاش تسوق لشركة تانية للشركات اللي في السوق يعني بس قلنا هنا على شغلك دا شغلك صح؟ انا شغلي هنا مثلا دا قطع ألوميل دابل جورجيا يعني ايه دابل جورجيا دا قطع ألوميل الفيو بتاع الشقة دي كان كويس جدا فعملنا البلاكونة بتاعته على ايه ضلفتين بس بحيث إن اللي بقعت في الريسيبشن شايف الفيو كله هي ما يبقاش في واصل ألمونيا كتير هي بلو إن لو في واصل ألمونيا كتير مش هبقاش هي في الفيو كويس آه صح تمام؟ فده يبقى يعني ما يجي بعد كده يفرش هيعمل ماتشنج بينه وبين الألمونيا بحيث إن هو قاعد في حتة واحدة رائع كله ماشي مع بعضه مش كل حاجة مشكلة فطبعا بقولك لدي من دراس العميل بجابه لدي من عارف أفهم العميل بتاعه عايز ايه تخش؟ آه طبعا أخش جورج ناغه تمام أفهم معاوز ايه بقاش هو عاوز يعمل حاجة وأنا عامله حاجة تانية هاي بحيث إن في الآخر بعد ما يخلص يبقى مرتاح نفسيا وقاعد طيب أنا دلوقتي كده شايفة إن الإزاز والإضاءة داخلة والناس مكشوفين الإزاز اللي عندك ده ممكن يكون فيه تصرفات كده إن هو ما يبقاش من جوه إحنا مكشوفين؟ دايما بننصح العملة بتكلم ده العميل يقول لي أنا عاود إزاز عاكس للرؤية أقول له بالأمانة كل إزاز العاكس اللي في السوق بالنهار محدش هشوفك خالص أي إزاز عاكس طول ما أنا في البيت جوه والنور برا كويس مش هشوفني يعني دول عاكسين كده اوه كده عاكسين كده اللي برا مش هشوفني بالليل بقى لو اللي ضاع عندي أعلى اللي برا هشوفني طب نتعالج الموضوع ده إزاي إزاي بقى؟ قدام نحليه اللي إما نعمل الشيش الحصيرة الشيش الحصيرة اوكي اوه إحنا شايفينهو ده اوه ده شيش حصيرة وراهو ده منديني أمان جدا أولا أمان للبيت مش هيبقى حديد بقى كأن نقعد في سجن والكلام ده وبالليلة أنا خلاص الشباكة بتاعي مفتوح ما لازل ده الشيش بتاعي ممكن أشايش ده شوية يدخلي شوية الحبابة بسيطة وما حدش يجرحني خالص اشتركوا في القناة